الأهلي إزاي؟ وأهم من نقاط القوة اللي ظهرت على كورة الأهلي مبارح في مواجهة سموح بلال يعني في البداية طبعا مباراة الأهلي وسموحها مبارح كانت مباراة مفصلية شوية في طريق تحقيق اللقب الكاس إن شاء الله فمباراة خروج المغلوب دايما بتبقى الفرص إكوال 50-50 كل فريق عنده حظوظ أنه هو 90 دقيقة تقدر أو حتى لو امتدت المباراة الأشواط إذا فاي يقدر بعدها يروح للمباراة النهائية يعني النادي الأهلي دخل المباراة يمكن هنتكلم عن الرباعي الأمامي رباعي يمكن ملعبش مع بعض كتير عودة كهربا بعد فترة كبيرة جدا نراهن عليه المدير الفني وكهربا كافقه طبعا بالأداء الكبير كمان كان بيلعب محمد فخري اللعب الصاعد كان بيبدأ المباراة يعني يمكن أول مرة يبدأ أساسي مع حسين الشحات وحمد عبدالقادر الرباعي ده كان الناس يعني مستنية تشوف المردود أو اللعب الجماعي ما بينهم وبين بعض هيبها شكله عامل إزاي النادي الأهلي أحسن التعامل مع المباراة وضغط مبكرا جدا وقدر أنه يحرز هدف مبكر طبعا عن طريق إحنا لو شفنا الثلاث أهداف اللي النادي الأهلي أحرزهم هنشوف دور كهربا والتحرك بقى بدون كرة المهاجم الوهمي كهربا مبارح عملت دور ده كويس جدا يمكن نشوفناه وهو بتحرك في ظهر مدفع اسموحة في كرة الهدف الأول وقدر يقطع ويدم الجوة واستفاد من خطأ الهاني سليمان أحمد عبدالقادر وأحرز الهدف الأول الهدف الثاني كهربا قام بدور المهاجم برضو عمل محطة واستلم الكرة وضهره للدفنس واستنى اللي جاي من الخلف حمدي فاتح وحطها حلو قوي وكفقوا بقى حسين الشحات بلعبة جماعية برضو حسين راوغ أكتر من لعب من سموحة وحطها له زي ما بيقولوا على طبق من دهب كهربا أحسن استغلال واستقبال الهدية وأنهى الكرة في المرمى بشكل رائع فالنادي الأهلي انبارح تعامل مع المباراة منزل بداية بلغة الحسم أنا هنزل مش هدي فرصة زي المباراة السابقة أن المنافس يدخل معايا في الجيم استفاد من الأخطاء الفردية للهاني سليمان اللي انشغل قبل المباراة زي ما شفنا بالسوشيال ميديا واستفزاز جمهور النادي الأهلي وقع تلعب مع جمهور النادي الأهلي بأي شكل من الأشكال يعني يمكن انبارح الجمهور عمل ضغط كبير جدا وهو يعني يمكن الأهداف بتتعرض أمامنا الهاني سليمان واضح عليه طبعا حالة عدم التركيز لأنه هو زي ما قلت لحضرتك انشغل خارج الكرة شغل نفسه بالجمهور والتفاعل والسوشيال ميديا فكان العقاب الفني طبعا من لعبي وفريق النادي الأهلي في المباراة وأنهى اللقاء بعد كمان يمكن شوفنا كمان التغيير المبكر اللي أجراطر العشر بإخراج الهاني سليمان وده طبعا يعني بيقول ان دايما تركيز اللاعب يبقى في الملعب فقط منصب على الملعب وعلى الفريق وما يشغلش باله طبعا بأي حاجة زي ما قلت حضرتك تحرك كهرباء في كرة الهدف الأول قدر يحط المدافعين في ظهر ويقطع لقلب الملعب يمكن بص حضرتك هتشوف كمان في كرة الهدف التاني كهرباء بيستلم هو عمل دور المحطة وقدر يحطها الحمد فتح اللي جاي من الخلف استفاد برضو من خطأ الهاني سليمان وأحرص الهدف التاني النسبيا يعني أضع على أمارس